مرحبا يسعدكم لأوقاتكم معكم ألاء حمد الله حياكم الله وصفتنا لليوم هي السماك المحشي والمشوي بالفرن بس لو سمحتوا بالبداية تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد رح أحط لكم بصندوق الوصف رابط جروبي على الفيسبوك مطبخ ألاء ألاء سكتشن حتى تشاركونا في إبداعاتكم بالمطبخ رح أحط لكم كمان جروب فلسطينيات معدلات بتمنى أنكم تنضموا للجروب ورابط انستجرامي كلهم رح يكونوا موجودين بصندوق الوصف وهلأ خلونا نبدأ بحشوة السمك عندي نص دمة من الشبت ونص دمة من البقدونس ونص دمة من الكذبرة بالإضافة لحبة فلفل حلوة وقرن فلفل حار اختياري بصلة وراس من التومة وحبتين من البندرة أول شي حطت عندي الورقيات بمحضرة الطعام لإني بديهم يكونوا أنعم من باقي المكونات طبعا أكيد ممكن تفرموهم على إيدكم بدون استخدام أي آلات كهربائية بس أنا فطلت أستخدم محضرة الطعام هذا الشكل اللي بديها للورقيات ولسرحي نعم أكتر من هيك كمان هلأ رح أنزل عليهم راس البصل والتومة ولفليفلة بس البندرة رح أخليها لآخر شي لأنه ما بديها تنهرس تماما برضو رح أضرب هدولة ضربة سريعة بالفرامة متل من بين عندكم هلأ هيك رح يكون شكلهم هلأ رح نعموا بالزيادة مع فرمة البندرة آخر شي ضفت حبتين البندرة عليهم ورح نعمل لهم كمان فرمة سريعة على المحضرة لنوصل للقوام اللي بديها بهاي الخلطة هلأ بيطلع عندكم وهيك طلع الشكل النهائي للخضروات اللي بديها ممكن تفرموا أخشن من هيكة ما رح يأثر أبدا هلأ رح أبرجكم هي عن قريب شوفوا كيف بيكون يعني أنا حبيت أن يكون نعم طبعا بإمكانكم تفرموا أخشن من هيك هلأ رح أبلش أفرقهم بيجاط على جنب عشان أبدأ أحط الإضافات والتوابل عليهم الإضافات عندي رح تكون معلقة كبيرة من بهارات السمك معلقة كبيرة من الكمون هدول أهم شيء معلقة صغيرة من الكيجن معلقة صغيرة بهار مشكل ومعلقة صغيرة فلفل أسمر ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة من الكاري طبعا التوابل اختيارية بس الكمون مهم جدا بالإضافة لبهارات السمك عندي هون عصير ليمونتان بالإضافة لتقريبا ربع كوب من زيت الزيتون هدول أنا بالنسبة لي أهم التوابل اللي بحطهم على السمك طبعا ممكن أنتوا تختاروا وأنكم تناقصوا إشي أو تزيدوا إشي حسب الرغبة هلأ رح أخلطهم كتير منيح أتأكد إنه كل المكونات جانست مع بعض ونيجي هلأ للسمك عندي أنا هون سمك دينيس أنا نظفته كتير منيح وعملت فيه شرحات من فوق ومن تحت وفتحت السمكة من النص متل ما أنتوا شايفين هلأ رح أبدأ أجهز بالصينية اللي بدأحش فيها السمك رح أعمل قاعدة من هاي الحشوة أو الخلطة اللي إحنا عملناها ورح أحط السمك فوقيها يعني تقريبا 3-4 معالق كبار من هاي الحشوة وهلأ رح أحط السمك على الحشوة بس فيه هنا نقطة مهمة للأسف أنا فكرت الكاميرا شغالة أنا حطيت مليح بقلب السمك قبل ما أحط الحشوة هاي كتير مهمة وبلشت أحط الحشوة أول شي بقلب السمكة أو ببطنها وبعدين حطيت على وجه السمكة وصرت أحشي بالشقوق اللي أنا عملتها عشان أتأكد إنه السمكة كلها أخدت من نكهة الحشوة هاي هنا مثل ما أنتوا شايفين أنا تقريبا خلصت الكمية كاملة واللي ضل حطيته بالصينية لأني أنا بحس نكة الحشوة على جوانب السمكة بالنسبة إلي بفضلها أكتر من لما تكون جوة السمكة طبعا بتقدروا تكتروا بالجوة السمكة أو برها حسب ما أنتوا بتحبوا أكتر هنا فيه هنا نقطة أنا نسيتها للأسف قبل ما أحط الحشوة هي شرحات من التوم والليمون كان لازم أحطهم قبل ما أحط الحشوة بس مش مشكلة يعني دورت على الشقوق اللي أنا عاملتها وحطت فيها شرحات التوم والليمون هاي برضه بتعزز نكهة التوم والليمون بالسمك هو السمك أهم شي فيه التوم والليمون كل ما كترتوا هدول العنصرين خلص يعني اعتبروا أنه طبخة السمك كانت كتير مثالية عندكم مثل ما أمبين عندكم طبعا هلأ بدي أحكي نقطة أنه أنا هنا السمك نقعته من قبل بليلة تركته بالتلاجة وفعلا ثاني يوم تشرب النكهة كاملة وكان كتير ذاكي بس طبعا إذا أنتوا يعني ما معكم وقت أو بدكم تطبخوا بنفس اليوم طبعا عادي ما في أي مشكلة ممكن تخلوه لمدة ساعة أو ساعتين بس للي معاهم وقت لا أكتير بفضل أنه ينحط بالتلاجة هيك قصدرته وحطيته بالتلاجة ليلة كاملة فعلا إنه كافرأت عن جد كانت بختلفة هلأ رح أفرجيكم السلطات اللي إحنا عادة منقدمها مع السمك أول شي صلطة الجرجير عندي هنا راس من البصل مقطع إلى جوانع حطيت عليه ملح ودعكته كتير بالملح عشان يطلع كل الحرورة فيه بعدين معلقة كبيرة من السماء البلدي وآخر شي هنا عندي الجرجير طبعا ممكن أن تقطعوا بالسكينة لأصغر بس أنا بحبه هيك يكوني كبير وتقريبا عصير ليمونة وشوية ملح وحركتهم مع بعض وهيك كانت أول سلطة جاهزة هلأ نيجي إلى السلطة الثانية اللي إحنا منحب نقدمها هي سلطة لطحينية طبعا فارمة هنا حبتين من البندورة وشوية من الشبت اختياري طبعا وشوية من البقدونس ممكن تحطوا معاها خيار إذا بتحبوا عصير ليمونة ورشة ملح وطحينية مثل من بين عندكم حركتهم مع بعض وهدول يفضل إنه تعملوها قبل ما يستوي الأكل بعشر دقائق عشان تنزل ميتها تماما طبعا بالإضافة لشوية من زيت الزيتون وهاي السلطة كمان صارت جاهزة عندنا هلأ نرجع للسمك الفرون كان محمة قبل بوقت أخذ معي بالفرون تقريبا من نصفة على 40 دقيقة حسب حرارة الفرون عندكم على الرف الثاني وفيه هنا الفحم هاد اختياري بس بفضل إنكم تعملوه بيعطيناكها كتير زاكية فحمت السمك أعطيناكها تدخين كتير كانت زاكية معه طبعا هنا زينته شوية بالبقدونس وبالليمون عشان هون كان عندي الشكل النهائي للسمك بتمنى إنه تكون عجبتكم طريقتي في السمك وإذا عجبكم الفيديو لو سمحتوا تعملوا لي لايك ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد ولا تنسوا تدعموني على الجروبات روابطهم بصندوق الوصف جروبي مطبخ ألاء ألاء سكتشن وجروب معدلات فلسطينيات وإنستجرامي موجود الروابط كلها بصندوق الوصف وهيك خلصت وصفتنا لليوم يعطيكم الفعافية